هكذا يستمر انهمار القذائف والصواريخ على احياء مأرب ليستمر معها تراكم الجثث والاشلا وليتضح اكثر فاكثر ان الجماعة التي ادمنت الموت هي ابعد ما تكون عن السلام وبحسب البيان الذي اصدرته السلطة المحلية في المحافظة فان اربعة عشر شهيدا وخمسة جرحا بينهم اطفال سقطوا جراء استهداف الميليشيات الحوثية لمحطة وقود في حي الروضة بالمدينة استيقظ اليمليون على مجزرة هزت المشاعر الانسانية وضمير العالم الحر والطفلة ليان تتفحم على صدر ابيها الذي تفحمه والاخر في مشهد صادم يختصر حكاية السلام العبثية في مسرح الجريمة الحوثية منذ سنوات الامر الذي لاق استنكارا محليا ودوليا واسعا حيث دانت السفارة الامريكية المجزرة الحوثية المروعة ودعت الحوثيين الى الوقف الفوري لاطلاق النار وصفة ما حدث بانه عنف لا انساني كما طلب وزير الاعلام اليملي باعادة ادراج الميليشيات الحوثية على قوائم الارهاب بينما اعتبرت وزارة شؤون القانونية وحقوق الانسان هذا الحادث عملا اجراميا خطيرا لا ينبغي ان يمر دون رادع كونها من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الاربع والقانون الدولي والانساني ودعت السلطة المحلية في بيان لها اليوم الاحد الى بلورط موقف دولي يرقى الى حجم المجازر الارهابية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين والنازحين في المحافظة على مدى ست سنوات من الحرب اشرف الهامل يمن شباب مأرب